السلام عليكم اصيقاء معكم ياسين من قناة ياس بلاي سعدت لكم بحلقة جديدة ومقطع جديد من لعبة في هذا المقطع سنكتشف احد الاسرار التي لا يمكنكم اكتشافوها فقط اذا بحثتم في الويكيبيديا الرسمية الخاصة بجيت اي فايف وقرأتم نص عندها علاقة بطريقة التقاء تريفر بويد كلنا يعلم ويد اثناء تختمكم جيت اي فايف فان يسكن في المرقص الخاص بدريفر الذي قام تريفر باخده رغم عن صاحبه عندما قام بقتله لكننا لا نعرف طريقة التقاء تريفر بويد وهذا ما سأشرح لكم في هذا المقطع وهذا ما سنكتشفه في هذا المقطع وبالنسبة لهذه السيارة تشبيه كثيرا سيارة الطيوتا الهايبريد التي تشتغل اصدقاء بالكهرباء وهي اللي كي نكتشفها الفعل ان هذه السيارة مأخوذة من سيارة الطيوتا ام لا اسمع المحرك محرك صامت مئة في المئة هذه السيارة كذلك فانها تشتغل بالهايبريد انا اعلم ان الشركة الطيوتا فانها مشهورة كثيرا خصوصا في السعودية العديد من الاشخاص السعوديين يفضلون سيارات الطيوتا ببساطة لان سيارات الطيوتا فانها صابورة جدا افضل بكثير من سيارات الفورد وتلك الانواع الاخرى السيارات اليابانية نيسان طيوتا وجميع تلك المركات فانها يأثقة صابورة جدا لهذا السبب انصحكم اذا كنتم تريدون اشير السيارة صابورة تدوم لكم سنوات فانصحكم بسيارات الطيوتا وهذه سيارة مأخودة من سيارة طيوتا سيارة البريوس على ما اعتقد لا من ناحية الصبر ولا من ناحية الفاعلية وكذلك من ناحية اقتصاد البنزين وفي نفس الوقت التفحيط فانها رائعة جدا في التفحيط سأذهب للتريل الخاص بلكي اكتشف هل في امكان رؤية رون هاتي السيف جيم التي استعملها الان لقد ختمنا اللعبة يعني انه ويد موجود في المرقص اين هو رون صديقي رون اين انت رون غير موجود بالقرب من المقطورة وموجود في منزله لا لم استطع رؤيتها الان سافتح الانترنت وسأشرح لكم كيف التقى تريفر بويد معلكم فعله فقط البحث على جيت اي فايف ويد وهو يا اسقاء الويكيبيدي الرسمية الخاصة بجيت اي فايف جيت اي ويكي وقرأوا هذا البراغراف الاول اسموه الباكجراون وهذا يعني ان تريفر التقى بويد في سنة الفان واثن عشر سنة قبل بداية لعبة جيت اي فايف وسيتم الان شرح طريقة التقى ويد بتريفر والويد هو موجود في الويكيبيدي الرسمية مأخوذ من الحياة الواقعية اذا اردتم ان تقرأوه فقوموا بقراءته كان مع شخص اسمه ديزي بيل وكان مع كوش كرونيك والعديد من الاشخاص الاخرين فتوقفوا في ساندي شورز يعني جاءوا لهذه المنطقة المنطقة الصحراوية في جيت ايف فايف وتوقفوا هناك لكي يشتروا بعض من المخدرات شو بايسون درايس هنا التقى بترايفر فيليبس الخاصة بترايفر فيليبس فانها تقول بان كان كذلك هو يتاجر في المخدرات الاخرين بعدما سرقنا بانك وبعدما رحل لهذا المكان بدأ في الاتجار في تلك الامر ولا زال يتجر فيها لحد الان في واصدقاء ويد عندما كانوا يذهبون يستمتعون بوقتهم ويتركوه فان ترايفر كان يعتني بويد يتكلم معه الاخرين يستمتع معه ويد ريكوز ايت از او ويرد لكن ويد شك في ذلك الاعتناء بترايفر واعتقد بان اعتناء به غريب جدا وعجيب الكواري كذلك سنفتح الرابط لكي اظهره لكم وهي هذه المنطقة هذه المنطقة هي التي اسمها الكواري عشاتهم شكلة لندسي يقومون بالبناء هناك موجودة في جيت ايف فايف سنتجي نحوها كذلك لان هنا يكمن السير بعدما قام اصيقائهم بسياقة سيارتهم للكواري ويد ترايفر تذكروا بانهم ذهبوا للكواري مع ترايفر لكنهم لم يعودوا عاد فقط ترايفر لوحده لهذا السبب نحن نعتقل يا اصدقاء ومما فهمتم من هذا الشرح في الويكيبيديا فان ترايفر قتل اصدقاء ويد في الكواري هنا في هذا المكان بالضبط يا اصدقاء قام بقتلهم وسنذهب الان للكواري لكي نكتشف هل سنستطيع فعلا ايجاد قبار اولئك الاشخاص الذين من الممكن ان ام ترايفر موجودة في المقتورة لا اصدقاء الدخول سمعت صوت هل سمعتهم ام ترايفر موجودة هنا اتفقع بي انني بدأت تلك المهمة اذا تذكرتم في الحلقة السابقة وقمت بعمل سيف جيم وقفلت عليه المقتورة لا تريدوا مني الدخول قمت بعمل تجربة وداخل للمقتورة اذا تذكرت فانني سا اضعه لكم في الكارت لكنني اذا لم اتذكر فقط ابحثوا في القناة على ام ترايفر وسيضهر لكم ذلك المقطع انا سعيد جدا لانني كتشفت هذا السير عشوائيا فقط كنت ابحث على افكار للفيديوهات لان الافكار خاصتي لقد انتهت اذا كانت عندكم افكار خاصة بالمقاطع فقط قولوا لي في الردود وان شاء الله ساقوم بعملها لان الافكار خاصتي لقد انتهت بحث كذلك في موقع الموضات لكي ارهل هناك موضات جديدة لكنني لم اجدها يجب علي البحث جيدا خصوصا ان تكون هناك موضات قديمة جدا ولقليل من الاشخاص هم من يعرفونها علي استثمار اكتر من ساعة من الوقت لكي ابحث في موقع الموضات لان عدد الموضات فانه هائي جدا وكثير واعتقد هادي هي الكواري نعم هي هادي ده لما تخلني الذكر هي لكي ندخل الانترنت نعم هي هادي يا صفحة واسم هادي المنطقة كلها بصفحة ماء ديفيس كواردز كواردز مأخودة من الكواري جميل اصدقاء ولد بعد ما جاءوا لهذا المكان لقد قام بقتله وهذا الشخص يريد الهروب تعال 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 لا تذهب لأي مكان يا اي ولغبي هيا توقف توقف ساقتله جيد بسهولة في امكاني اخده عند تلك الانس لكن ليس لدي الوقت يا صيقائي كي اخده لهذا السبب قررت قتله لا تقلقوا يا ايو العمال لا تقلقوا الان هي اللي كي نبحث عن قبر اولئك الاشخاص اين تعتقدون ان تريفر قام بدفنهم من الممكن ان دفنهم هنا اسفل من احجاتي الاحجار دفن مثلا الشخص هنا واضع فوق من تلك الاحجار لكي لا يكتشف النص القبر من ان الصعب ايجاد شكل هندسي يشبه القبر في هذه المنطقة منطقة مسطحة جدا والعمال لا زالوا يشتغلون سناخد هذه الالة الخاصة بالحافرة وسأحاول الحافر اذا استطعت اخر مرة سقت هذه الالة اثناء قيامي بعمل تلك المهمة اذا تذكرتم سأحاول حدفاتي الاحجار نهائيا لا استطيع لماذا لا استطيع نزع تلك الحجرة من الارض غريب في الحياة الواقعية فان هذه الالة تستطيع حافر الارض ويستعملونها اصلا في حفظ الارض لماذا انا لا استطيع حامل تلك الاحجار سأحاول حامل تلك الحجرة نعم لا استطيع عجيب وغريب يعني ان هذه الالة لا تصلح اصلا لاي شيء بحث جيدا باستعمال نوكلي بلكي اكتشف الاماكن التي من الممكن ان تريفر دفن فيها هولئك الاشخاص ولقد وجدت العديد من المناطق صراحة خصوصا اسفل من هذه الحجرة من الممكن ان دفن ووضع فوق من تلك الحجرة لكي لا يستطيع الناس رؤية القبر والشخص الاخر من الممكن ان وضعه اسفل من هذه الحجرة الاخرى كذلك او هنا او هنا هناك العديد من المناطق صراحة التي من الممكن وضع جد اسفل منها تحريتي تقول انه دفنهم في هذا المكان واذا لم يدفنوا في هذا المكان فانا متأكد بانا قتلهم في هذه المنطقة وبعدها اخدهم فوق من احد هذه الجبال من الممكن لمن شاهد جميع مقاطعي فليس من الغريب ان نجد قبران فوق من احد هذه الجبال وخصوصا ان هناك فعلا قبر لاحد الاشخاص هنا فوق من هذا الجبل جبل شاينسك على ما اعتقل اذا لم تخلني الذاكرة فهذا هو جبل المعلوم عندنا قبر هناك لازلنا لحد الان لا نعرف من هو قبر ذلك الشخص بعض الاشخاص يقولون هو قبر لبعض الاخر يقول بان هو قبر بعدما قام تريفر فيليبس بقتله سأتجول فقط على السريع فوق من هذه الجبال لا استبعد ان يقوم تريفر بقتلهم في شكل منطقة واخذهم هنا في قمة احدات الجبال ودفنهم لم اجد كروس لحد الان ولم اجد شكل هندسي وشبيه القبر يقول ان اتجه لجبل الاخر هذا الجبل فانه عالي جدا لا استغري بان يدفنهم تريفر بقمتين لا يوجد اي شيء صراحة في قمة ذلك الجبل وهذا الجبل الاخر هذا الجبل على الاقل مستوي يالك نبحث قليلا لا يوجد اي دليل يبين على ان هناك قبر فوق من هذا الجبل شيء عجيب جدا صراحة وغريب سأغير الاجواء للليل لكي اكتشفت فستظهر هذه الكوري في الليل خصوصا في تانية عشر ليلة اوه ما ودرسلتني لانني قتلت ذلك الشخص العفو واجبي يا مود هناك اضواء خارجة من ذلك الجينيريتر فقط تضيء المراحيض اما بالنسبة للمنطقة كلها فانها مضلمة وهذا يبين لنا استراتيجية تريفر بعدما جاءوا لي الكوري استغل الفرصة وقام بقتله في الظلام لا تذهبوا لاي مكان المقطع لم ينتهي بعد لابت تغيره بعيد غيرت لي مايكل عشوائيا وقررت العودة لمنطقة الكوري ففجأة انتفاجأت بان تريفر اسقط شخصين في الارض في منطقة الكوري ولا اعلم ما هي تلك الحركات التي يقوم بها شيء عجيب جدا وغريب فقررت سجيل هذا المقطع على السريع هل يستطعنا فعلا فتح تلك اللقطة السرية عندما قام تريفر بقتل اوليك الاشخاص اصدقاء ويد تذكروا بانني الان قمت بتختم اللعبة مئة في المئة يعني ان هذه اللقطة اذا كانت ستظهر فسا تظهر اثناء بداية لعبة جيت اي فايف وقبل ان يتعرفت تريفر بي ويد هل وضعتها شركة روكستار جيمز عشوائيا فقط وبرمجتها مثلا اذا تجولتم في منطقة الكوري والستمارت وما يقارب العشد الخائق في التجول هناك فبعد تغييركم ليو مايكل او فرانكلين واعادة الذهاب للمنطقة ستظهر هذه اللقطة لسه متأكير بالضبط قولوا لي في ردود اصدقاء هل يستطعنا فاتح حلقات سين نفسها التي قامت ريفر بقتلوا لي كالاشخاص هو بعدها دفنهم اذا عجبكم هذا المقطع ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع اصدقائكم نلتقي ان شاء الله في حلقة قادمة ولا تنسوا بان السلام هو خير خيتان اشتركوا في القناة